اهلا بكم في مجهز الأخبار قالت ثلاثة مصادر مطالعة لوكالة ريترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحاضر عن بيع أسلحة هجومية للسعودية لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على الرياض لإنهاء حرب اليمن وذكر معاون في الكونغرس أن الإدارة أحضرت المشرعين هذا الأسبوع اخترتهم بقرارها رفع الحاضر فيما قال مصدر آخر أن المبيعات قد تستانب في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن أنه لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن وتوقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدود نحو المملكة منذ مارس 2022 قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الماضية قبل تميناء المخى وأضافت أن أحد الهجومين الأخيرين كان بزورق مسير والآخر بصاروخ سقط بالقرب من السفينة بعدما أبلغ الربان عن إطلاق زورقين صغيرين قذيفة صاروخية انفجرت قرب الناقلة تبعها سقوط صاروخ آخر في محيطها وذكرت الهيئة في مذكرة أن السفينة التي تديرها شركة دلتا تان كارز ومقرها أثنى وتقمها بخير وتتجه نحو مينائها التالي على صعيد آخر طلبت الأمم المتحدة دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدت عدد من المحافظات مؤخرا وقال مكتب تنسيق الشهن الإنسانية في اليمن إن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت خلال أيام الماضية بصقوط عشرات الضحايا وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلاد في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا سيول الأمطار الغزيرة في سبع محافظات إلى 45 حالة وفاة وفقدان 12 آخرين وفق الهلال الأحمر اليمني طلب أعضاء في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل وجهد للبرلمان خلال شهر سبتمبر القادم بالتزام مع اتهامات للحكومة وسلطتها المحلية بالفساد والعبث بالموارد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ودعا ستونة برلمانيا في رسالة موجهة لرئيس وهيئة مجلس البرلمان للترتيب للاجتماع وتكليف اللجنة المالية بالنزول الميداني ورفع تقرير مفصل بمستوى التنفيذ الفعل للموازنات العامة وجميع موازنات الوحدات الاقتصادية للعامين الماضيين وشددوا على ضرورة تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بالنزول لجميع الجهات الحكومية وسرعة موفاة المجلس بالتقارير الدورية عن أداء الوزارات والعمل على تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد كشفت منظمة حقوقية عن سجن سرية تبع قوات العمالقة المدعومة من التحالف السعودي لإماراتي في أحد المباني الحكومية بمحافظة شبوى وقال رئيس مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بشبوى ناصر الخليف إن قوات العمالقة تحتجز المواطن أحمد عبد الرحمن الوعل من أبنى مديرية بيحان في مبنى اللجنة العليا للانتخابات بمديرية عتق وأكد الخليف بحسب بلاغ من والد المحتجز أن أفراد من اللواء السادس عمالقة احتجزوا ابنه ونقلوه إلى جهة مجولة تضح لاحقا أنه في مبنى اللجنة العليا للانتخابات مشاهدين انتهى الموجز في أمان الله